تهريب الأدوية من الخارج ومن المستشفيات الحكومية أزمة يعيشها العراق منذ ما يزيد على عقدين فقمها معاناة المستشفيات الحكومية من نقص حاد في الأدوية يقف وراءه الفساد والسرقة ما يجعل الكثير من العراقيين يتحملون تكاليف شراء الأدوية المفقودة من الصيدليات بمبالغ باهظة ناشطون يؤكدون أن الأدوية التي يصفها أطباء المستشفيات الحكومية لا يمكن إيجادها في المستشفيات بل توجد فقط في الصيدليات وفي المخازن التابعة للقطاع الخاص وأن المستشفيات الحكومية تكاد تكون خالية من الأدوية ولا تتوفر فيها أحيانا المستلزمات البسيطة كالمحقن وحبوب الصداع والقطن ويقول الناشطون أن جهات وأفراد وحتى من الأطباء والممرضين يتاجرون ويسرقون الأدوية من المستشفيات ويبيعونها في السوق السوداء والصيدليات والمخازن منذ عام 2003 ومن أبرز أسباب ذلك التسلط الحزبي والسياسي على وزارة الصحة وإدارات المستشفيات ويرى آخرون أن أجهزة الأمن والرقابة ومسؤولي وزارة الصحة ومدراء المستشفيات التي تهرب منها الأدوية هم المسؤولون إلى جانب الصيادلة فيما يبدو جلياً الضعف الحكومي والتقصير في مواجهة تهريب الأدوية والتلاعب بأسعارها والمتاجرة بأمراض الناس وتعتبر تجارة الأدوية في العراق من بين أكثر التجارات تحقيقاً للأربع وتسيطر عليها مافيات وعصابات تملك امتدادات سياسية وحزبية وتحظى بمساعدة في الوسط الصحي والطبي ما يعني أن عمليات التهريب تحصل بمساعدة أطباء وعملين في القطاع الصحي ما يحتم فرض السلطات المزيد من العقوبات القاسية ضد سارق دواء المرضى اشتركوا في القطاع الصحي